بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات أحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين والله على محمد وآله محمد ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تاركم فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردى علي الحوض الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يبين في هذا الحديث المتواتر القطعي الصدور حتى العامة في صحاحهم أيضا رووا هذا الحديث بأسانيد مختلفة في صحاحهم الستة خمسة مرات هذا الحديث مذكور وفي كتبهم الأخرى أيضا عشرات المرات وأما في كتب الشيعة فالحديث متواتر أيضا وقد قاله الرسول صلى الله عليه وآله قطعا لا مريتة فيه ولا خلاف هذا الحديث يقول وإنهما لن يفترقا لن كلمة لن في اللغة العربية لنفي التأبيد مرة إحنا نستعمل كلمة ما ما جاء مرة نستعمل كلمة لا لا يجيء هذا نافي لكن لا يدل على نفي الأبد ما راح يجي باشر أو قب باشر راح يجي مثلا أما كلمة لن في اللغة العربية بمعنى نفي التأبيد أبدا هذا الشيء لن يحصل في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وآله يقول وإنهما لن يفترقا يعني ماكو افتراق بين القرآن وبين أهل البيت أبدا فهذا الحديث أولا يدل على أنه ما دام القرآن موجود فأهل البيت موجودون أيضا وهذا من أدلة وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لأن القرآن الآن موجود إذا الإمام المهدي ما موجود يعني صار افتراق قرآن موجود أهل البيت ما موجودين ما يصير وإنكار وجود الإمام المهدي هو في الواقع التكذيب للرسول صلى الله عليه وآله في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى هذا أولا الشيء الثاني هذا الحديث الشريف وإنهما لن يفترقا يدل على أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام معصومون ليش؟ لأن القرآن ما بيخطأ ما بيغلط مجال للخطأ في القرآن ما موجود لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الخطأ باطل القرآن ما بي مجال للخطأ زين إذا أهل البيت ممعصومين أخطأوا في ذلك الخطأ شنو يصير؟ افتراق عن القرآن لأن القرآن لا خطأ فيه فإذا واحد أخطأ في خطأه حتى لو يكون معذور لكن افترق عن القرآن والرسول يقول وإنهما لن يفترق ماكو افتراق أبدا فلذلك الحديث يدل أيضا على عصمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مجال للخطأ في أهل البيت ما موجود ثالثا الحديث يدل على أن جميع علم القرآن موجود عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والقرآن علم كل شيء فيه القرآن علم جميع الأشياء فيه طبعا القرآن إلى ظاهر وإلى باطن الظاهر أي واحد يعرف اللغة العربية الفصحة يعرف معنى ظاهر القرآن لذلك العرب الجاهليين في مكة الكفار والمشركون كلهم كانوا يفهمون معنى القرآن وظاهر القرآن حجة وللقرآن باطن وباطن القرآن يوجد فيه كل شيء بس هذا بعد علم الباطن مخصوص بالرسول صلى الله عليه وآله وبالأئمة بالمقدار اللي بيّنوا إلنا وإلا القرآن ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الكتاب المبين هو القرآن وفي بعض التفاسير الكتاب المبين شنو هو أمير المؤمنين ليش لأن أمير المؤمنين ما يفترق عن القرآن إذا أكو شيء في القرآن وعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لا يعلمه هذا افتراق عن القرآن فكل علم القرآن موجود عند عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام هذا مثال يعني حتى الفكرة تتضح أكثر أنت بعض الأحيان عندك جهاز حاسوب كمبيوتر كلمة لها معنى كلمة السر قد يكون لها معنى لكن أنت تضغط على كلمة واحدة لها معنى وإذا تشوف ملفات فيها آلاف وملايين الكلمات والصفحات هاي الكلمة اللي هي شفرة أو الرمز أو كلمة السر لها معنى وأيضاً هذه الكلمة مفتاح لكتب كثيرة أكو بعض الحواسيب الآن الكمبيوترات بها هارد يسموه ما أعرف حافظة كذا تستوعب ملايين الكتب أنت بكلمة رمز تدخل لهذه الملايين من الكتب فأهل البيت والقرآن لا يفترقان أو بتعبير آخر وجهان لعملة واحدة تعبير مجازي فلذلك أمير المؤمنين صار القرآن الناطق يعني شنو القرآن الناطق القرآن الصامت هذا الكتاب وما يدل عليه هذا الكتاب يحتاج لإلى مبين إلى مفسر من هو المفسر؟ الإمام ورسول الله صلى الله عليه وآله بيّن هذه الحقيقة زين الحديث يقول ما إن تمسكتم بهما ثنيناتهم معا لا يمكن التمسك بالقرآن بدون التمسك بأهل البيت لأن حقيقتهم واحدة حقيقة القرآن وحقيقة أهل البيت حقيقة واحدة لا يمكن التمسك بأحدهما إلا بالتمسك بالآخر التمسك مو معنى شعار التمسك يعني شنو؟ يعني بقوة يمسك يأخذ فقد استمسك بالعروة الوثقة العروة شنو هو؟ إذا أكو حبل أخير هذا الحبل أكو عروة يعني مثل دائرة الإنسان يمسكها بإيده فإذا مسكها بيده هذه تسمى العروة العروة الوثقة الوثقة مؤنث الأوثق يعني أوثق العروات لا تنفصل لا تنفصل إذا واحد معلق مثلا في بئر أو بين السماء والأرض وماسك له حبل يمكن هذا الحبل يفلت من إيده بس إذا ماسك بعروة بس إذا ماسك بعروة وهذه العروة وثقة متصلة اتصال وثيق هذه ما تنفصل فلا يسقط في المهاوي ولذا الرسول صلى الله عليه وآله حول القرآن في نفس هذا حديث الثقلين ماذا يقول؟ يقول حبل ممدود بين السماء والأرض كلام الله هذا القرآن أنت تتمسك بهذا الكلام يرفعك إلى الجنة إذا واحد ما تتمسك بهذا الكلام يهوي في نار جهنم أما نأسس بنيانه على شفى جرف هار فانهار به في نار جهنم لذلك اللي يتصور أنه متمسك بالقرآن بدون أهل البيت هذا في الواقع ما متمسك بالقرآن هذا إنسان ظال الخوارج الذين حاربوا أمير المؤمنين ذول في البداية كانوا ويا أمير المؤمنين بس ناس ضعاف العقول لا يدركون الحقائق نفس هؤلاء كفروا أمير المؤمنين وحاربوا أمير المؤمنين تحت شعار القرآن آية قرآنية إن الحكم إلا لله هذه آية قرآنية هذه كانت شعار الخوارج ضد أمير المؤمنين الحكم لله لا لك يا علي وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يعبر عنهم كما في نهج البلاغة فليس من طلب الحق فأخطأه ذول الخوارج كانوا يريدون الحق مو أنهم يريدون الحق لكن أخطأوا بأي سبب؟ بسبب قلة عقلهم بسبب قلة فهمهم بسبب عدم تمسكهم بسنة الرسول وأقوال الرسول صلى الله عليه وآله فليس من طلب الحق فأخطأه اللي هم الخوارج كمن طلب الباطل فأصابه يعني معاوية معاوية هو يدري على باطل ولكن طلب الباطل ووصل إلى الباطل الذي يريده فاللي يتصور أنه متمسك بالقرآن بدون عمل بالقرآن وبدون ارتباط بأهل البيت هذا مو متمسك بالقرآن وفي الحديث الشريف رب تال للقرآن والقرآن يلعنه ليقرأ القرآن ام ربي للحوية شبريان ومقصر ثوبة وحافظ القرآن ويأتي قربة إلى الله حسب تواهما يقتل الناس ويقتل نفسه وهذا اللي يقتل نفسه يفجر نفسه هذا خمول الدنيا ده يفجر نفسه لأن اللي يطلب الدنيا ما يفجر نفسه هذا يطلب الآخرة بس شنو؟ بس مثل الخوارج فلذلك الرسول صلى الله عليه وآله يعبر عنهم مرقوا من الدين كمروق السهم إذا تخلي السهم بالقوس وترميه شلون بسرعة هذا السهم ينطلق فهؤلاء الخوارج كذلك بسرعة انطلقوا يعني خرجوا عن الدين بسرعة فكان مصيرهم القاتل في يوم النهروان هذا عذاب الدنيا وعذاب الآخرة أشد وأخزى أو واحد يجي يدعي أنه متمسك بأهل البيت تمسك بأهل البيت خلو مو شعار شعار وعمل الدين بشعار هذا الأذان شنو هو سؤال؟ الأذان شعار وعمل تصلي مو فقط تتأذن ما تصلي تطلق شعارا ثم تعمل بذلك الشعار عمل بدون شعارها ما يصيرها لذلك الإسلام شعار وعمل هناك بعض الناس يقول عمل بدون شعار هذا ما يصير الدين شعار وعمل أطلق الأذان ثم صلي صلاة بإخلاص لبي في الحج تلبية الحج هي شعار لبيك اللهم لبيك هذا شعار وعمل حسب مقتضى هذه التلبية اللي يتصور أنه متمسك بأهل البيت لكنه لا يعمل بكلام أهل البيت هذا مو متمسك بهم أنا اخترت لكم رواية بالشكل مختصر لأنه ما رد أخذ وقتكم كثيرا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول إياك والسفلة السفلة جمع سافل إياك والسفلة إياك كلمة تحذير يعني احذر هؤلاء فإنما شيعة علي كلمة الشيعة جمع بمعنى المشايع المتابع فإنما شيعة علي من عف بطنه وفرجه عند عفاف واشتد جهاده جهاده مع النفس يعني يجاهد نفس الأمارة بالسوء وعمل لخالقه يعمل لله سبحانه وتعالى مو للناس مو للرياء ورجى ثوابه ثواب الله سبحانه وتعالى وخاف عقابه فإذا رأيت أولئك كأنه الإمام يقول دولة قليلين فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر يعني الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هذا شيعة علي وشيعة جعفر وشيعة الأم عليهم الصلاة والسلام أما واحد يطلق شعار أنا متمسك بأهل البيت بدون اتباع لأهل البيت هذا متمسك واحد يقول أنا متبع للقرآن متمسك بالقرآن بدون عمل هذا مو تمسك بالقرآن وإلا الآن تروح بالوهابيين حافظين القرآن وقراء للقرآن ويجيدون القراءة ويطلون جوائز لحفظ القرآن وكذا لكن هذا ما يفيد يزيد بن معاوية عليه لعنة الله هذا يزيد بن معاوية كان شاب مصاب بالترف والبطر زيان وفاسق متجاهر بالفسق زيان معاوية يريد يسوي هذا خليفة على المسلمين شاب طائش شلون يصير خليفة على المسلمين فاستشار المستشارين قلوا لأنه إذا أنت تريد هذا يصير خليفة على المسلمين لازم تعلم شيئين أولا اتعلم القرآن وثانيا نتعلم الأدب العربي الشعر لأنه إذا قرأ القرآن في المجالس العامة والخاصة كذا يقولون ما شاء الله المسلمين وإذا كان مجيد في الأدب وفي الشعر العرب هم في ذاك الزمان يحبون الشعر زيان ويتفننون فيه فأنت تقدر تكسب العرب غير المسلمين أو غير الملتزمين عن طريق الشعر وتكسب العرب المسلمين عن طريق القرآن فلذلك يزيد بن معاوية عليهما لعنة الله وسوء العذاب كان حافظ للقرآن حافظ القرآن لذا أنتو إذا تشوفون في كلامه مع السيدة زينب سلام الله عليها ومع أهل البيت يستشهد بالقرآن لنحافظ القرآن يجيب آية من القرآن يستشهد فيها وهذا من مصادق رب تالي للقرآن والقرآن يلعنه زيان وأيضا كان مجيد في الشعر أشعاره الآن ديوان يزيد من الأشعار اللي صحيح هي كلها كفريات وفسقيات وخمريات لكن من حيث الأدب العربي راقي جدا لما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس يعني السبايا على ربا جيروني يعني قاسيون نعق الغراب فقلت صح أو لا تصح فلقد قضيت من النبي ديوني لعنة الله عليه هذا شعر كفر لكن من الحيث الأدبي جميل جدا زيان هذا يزيد بن معاون الإنسان لازم يكون متمسك بالقرآن باحترام القرآن وقراءة القرآن وحفظ القرآن عزاز بالنسبة للقرآن ومحبة القرآن ولكن بالعمل بالقرآن أيضا يحب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يجاهر بالولاء لهم لأن الآية تقول إلا المودة في القربة والمودة إظهار المحبة أنت إذا عندك طفل صغير وتقبله وتبوسه وتشيله وكذا هذا شنو؟ مودة بس لما انكبر أو هاي يعني واحد هالشيق المثلا يفعل مع ابنه مثلا يبوسه قدام الناس ويحتضنه وكذا إلا في المناسبات فهاي محبة تصير الآية شنو تقول؟ إلا المودة في القربة يعني إظهار المحبة تجاهر بحبهم بالولاء لهم بشعائرهم بأي شي يبين ارتباطك بهم ولكن بالعمل أيضا بما قالوا في كل شيء في كل صغيرة وكبيرة حتى الإنسان يكون من الشيعة المخلصين وإلا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كرمهم كبير جدا بس واحد لازم يكون إلى قابلية لذلك الكرم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وفي مع جماعته بس خلي الإنسان يكون إلى قابلية زين؟ في أحد الأحاديث الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لأحد أصحابه إحنا راح نشفعلكم يوم القيامة بس لا تخجلون قدام الناس في حديث آخر فإن ولد ولد السوء يعير به أبواه مزيين؟ إذا أنت عندك ابن ارتكب مخالفة يمكن أنت تروح للقضاء للناس للوجهة للعشيرة كذا ما تخلي يعاقب تتوسط له لا يعاقب بس ما يخجلك قدام الناس الإمام يقول هاش جقل إحنا راح نشفعلكم والشفاعة حق لكن لا تخجلون قدام الناس لأن يوم القيامة يوم تبلل سرائر يوم تبلل سرائر مو فقط الأعمال السرائر يعني الإنسان ما كتمه في قلبه في سره كل شيء ينكشف ماكو أسراره هناك الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام موفي مع جماعته مع أصحابه أكو في حديث شريف هذا بين قوسين أذكره قبل بدء القتال في يوم العاشر من المحرم الله سبحانه وتعالى أرسل أربعة آلاف ملك ذول اللي كانوا في يوم بدر أنه في يوم بدر الله سبحانه وتعالى أرسل خمسة آلاف من الملائكة فالله سبحانه وتعالى أرسل أربعة آلاف من هؤلاء على الإمام الحسين أنه إذا تريد إحنا في خدمتك فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هذا الجمع بين الروايات كان يعلم أن رضى الله سبحانه وتعالى في شهادته صحيح الله خيره بين الناصر والشهادة لكن هو يدري أن الله سبحانه وتعالى رضاه ومحبة في شهادته مثل ما أنت تخير واحد تقول تريد هذا العمل تفعله أو ذلك العمل بس هو يدري أنه أنت ترغب إلى أحدهما إذا يحبك شنو يسوي يختار ما تريده ما تحبه فالإمام يختار الشهادة صعده إلى السماء الله سبحانه وتعالى أنزلهم مرة ثانية شو وقت وصلوا مرة ثانية إجوا في الوقت الذي الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كان وحيد يعني أصحابه استشهدوا كلهم فالملائكة إجوا نزلوا على الإمام الحسين وقالوا إن الله سبحانه وتعالى أرسلنا لنصرك وذيك الدرجة اللي لا تنالها إلا بالشهادة الله سبحانه وتعالى أوصلك لتلك الدرجة يعني الله سبحانه وتعالى الآن رضا في أن تختار إذا اخترت الشهادة فالله راض بها وإذا اخترت الحياة الله سبحانه وتعالى أيضا راض به الخيار عندك فالإمام الحسين شنو جاوب الملائكة؟ قال لا خير في الحياة بعد هؤلاء صحيح الدرجة اللي الله سبحانه وتعالى كان يريد الإمام الحسين يوصل إلى تلك الدرجة هذه الدرجة الإمام الحسين وصل إليها مثل قصة إبراهيم وإسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم لعمر الله يعني فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية الغرض كان امتحانك وأن تصل إلى درجة الإمامة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمامة الله كان يريد يوصل إبراهيم إلى الإمامة بهذه الامتحانات وأشد تلك الامتحانات كان أمره بذبح إسماعيل وصلت إلى تلك الدرجة خلص صدقت الرؤية الحكم نسخ ما يريد تذبح إسماعيل فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هم نفس الشيء قد صدقت الامتحان وتلك الدرجة اللي الله كان يريد أن يوصلك إليها اللي هي درجة الرسول صلى الله عليه وآله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء هاي نازلة في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وأن الله ألحقه بدرجة رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام الحسين صحيح وصل إلى تلك الدرجة بس ما أختار النصر بعد أصحابه وفاءً معهم لا خير في الحياة بعد هؤلاء زيان الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وفي لأصحابه وفي بالذين يحبونه وفي بالذين يقيمون شعائره بس أنت مش ويساعد الإمام الحسين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة يقول ولكن أعينوني ساعدوني أعينوني بورع واجتهاد وفي يوم القيامة هذا حديث آخر هم أقرأه وقبل ما أكمل الكلام الآية الشريفة اتعدد نعيم أهل الجنة نعيم أهل الجنة هو آية ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني أنت شنو تتصور من الجنة الآن خيالك خل يروح 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 إن شاء الله يوم القيامة إذا دخلنا الجنة بشفاعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام راح نشوف الجنة أكبر مما كنا نتصور زيان فهناك الله سبحانه وتعالى يعدد نعيم الجنة بس في أخير الآية شنو يقول ورضوان من الله أكبر أنت عندك نعيم في الجنة الحور والقصور وكل شيء فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين زيان لكن ورضوان من الله أكبر شنو هذا الرضوان لأن الله سبحانه وتعالى مو محل الحوادث ما عنده كيفيات نفسانية مثل كيفيات البشرية أكو حديث آخر لعله يفسر هذه الآية يقول أكبر نعيم أهل الجنة شنو هو مو نعيم مادي يأكل هذا نعيم يشرب نعيم عند زواجات وأزواج المطهرة نعيم وعند نعيم ونعيم ونعيم لكن أكبر نعيم أهل الجنة هو أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يسبح في الجنة فيستمعون إلى صوت تسبيحه لأن في الجنة أهل الجنة هم يذكرون الله سبحانه وتعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أهل الجنة في الجنة أيضا يعبدون الله سبحانه وتعالى فيسمع تسبيح الإمام الحسين هذه أكبر نعمة لأهل الجنة أكبر لذة لهم والله سبحانه وتعالى خصهم به بهذه النعمة وأكيد خدمة الإمام الحسين عليهم الصلاة والسلام في رأس القائمة في أول القائمة بس لازم نعاونهم بهذه الكيفية حتى لا نصعب الأمور عليهم فإني تاركن فيكم الثقلين الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعطرتي أحلى بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض في حوض الكوثر يعني إلى يوم القيامة معا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات تسكن نفوس بأعبق البركات تسكن نفوس بأعبق البركات